السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتي نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتو ما كتشوفوا هاد الفيديو اليوم اجيت لكم بوصفة زوينة ولديدة وسهلة في نفس الوقت زعلوك ديال الشفلور والبروكولي كيفما شفتوا درت البروكولي مع الشفلور كتسلقوا مع شوية ديال الملحة وفي مقلاة درت شوية ديال الزيت وزدت عليها جوج فصوص ديال التوم و جوج ما تشت مقشرين ومقطعين وشوية ديال الملحة وشوية ديال اللي بزار وغادي نغطي عليهم ونخليهم حتى يدبالوا وديك مطيشة الدوب بهات شكل هادا تاكي تولي على هات شكل هادا يكون شفلور تسلق مزيان خستو يكون مسلوق مزيان باش من ينزيدوه على مطيشة يتهرس لنا بسهولة وغادي نزيدوه على مطيشة وغادي نزيد عليه واحد شوية ديال المعدنوس وغادي نحاول نهرسه توليليا بحلس عليك واكيد إلا جربته غادي يعجبكم لأنه طريقة مختلفة طريقة جديدة ما غاديش تخيلوه كيفاش ديال الخالط ما بين شفلور والبروكولي ولا كيرا كيجي زوين تصدقوني كيجي لديد بزاف بزاف وكيف ما شفتو زيت واحد شوية ديال الكامون وشوية ديال الحامض كيف نزيدوه هم نطفو عليه ما خصوش يزيدو طيبهم اللي نزيدو الحامض والكامون باش كتبقى ديال ريحة ديالهم طريقة وزوينة وكيكون عليها تشكل هذا وبالصحة والراحة مسبقا وأكيد إلا جربته غادي يعجبكم ولا أعجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش باللايك وسبسكرايب ولا اللقاء في فيديو قديم إن شاء الله